قصتنا النهاردة عن نجلاء اللي اتجوزت وهي عندها 15 سنة واكتشفت بعد الجواز ان جوزها بيشرب مخدرات لما كانت بتطلب منه اي حاجة كان يقولها اطلبيها من امي ضرب بقى شتيمة مشاكل طول الخط رجع في اتفاققه مع باباها انها تكمل تعليمها وللأسف نجلاء حملت من تاني شهر حاولت تكمل معاها عشان خاطر ابنها بس ما قدرتش سابت البيت ورجعت لأهلها قعدت خمس سنين ونص ما فكرش فيهم يسأل على ابنه بالعكس موضوع قلب معا بعند رفض ان هو يكتب نسب ابنه استغل انه متجاوز نجلاء وهي تحت السن القانوني فيش ورق يثبت الكلام ده بدأ باقي لففة في المحاكم بعد خمس سنين خمس سنين ونص تعملت قعدة عرفية عشان نحل الموضوع في القعدة اتحكم على نجلاء ان هي ترجع لجزء رفضت قالوا لها يا ترجعي يا تتطلقي تكتبي تعهد ان انتي هتتنازلي عن ابنك لو فكرت يتتجوز رفضت ترجع له خافت مضت عالتعهد بدأت تنزل بقى تشتغل عشان تقدر تصرف على ابنها بعد الطلاق بفترة تعرفت على حد كويس جدا واحد ابن حلال قال لها ان انا هعتبر ابنك ده زي ابني بالضبط وفقت تتجوزوا تأكدت ان هو كويس